أهلا بحضراتكم بعد الفاصل ضيئة ممكن احنا اتكلمنا وقلنا ان انت ماسك عشرين سنة الفريق الاول كان ماسكه جوزيه هل كان فيه اتصال دايم بينك وبينه وكان فيه شغل بينك وبينه الفرقة العاشتين قرر لجنة الكرة ومجلس ادارة انها تبقى 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 الدرجة الاولى تبقى الدرجة الاولى يعني تحت اشراف الدرجة الاولى كويس ده بناء تعليمات جوزيه جوزيه هو اللي طلب انه الفريق التاني يبقى تبقى الفريق الاول ومتشاطه تبقى في الجزيرة كون فيه مدينة نصر بقى مساء الزمان فاول حاجة اخدها ان مدرب الفريق يجيلي ويعود معايا اتكلمنا شوية في الكرة وفي التاكتك وينزل معايا التمرين اكدني من عضو من اعضاء الجهاز طبعا فكاد مشى العملية كده وماشى باللعيبة والتنصيق ماشى بشكل كويس كان بياخد لعيبة من هنا ويطلعها بيتابع اللعيبة اللعيبة لو فيه حد عمل حاجة بيعاقب وينزله عندي ايه ويتمرم معايا يعني بيه تنصيق معاك تنصيق كامل لانه كان فيه حوالي خمس ست لعيبة مشترك يعني رضا شحاتة وفضل وبلال وكاد لعيبة كتير كانت معايا وكان بتطلع وكاد بتشتغل معا بشكل كويس القصة دي احكيها تاني اه رضا شحاتة كنا بنلعب ماتش وكنت بنلعب الاسماعيلي تقريبا ولعب وينجرايت كان ماتش عشرين و هو قاعب بتفرق في النادي الاهلي في النادي الاهلي اه اه وعمل ماتش هايل رضا شحاتة قال لي طلعوا بينشوتين ويجي لي بكرة التمرين تسعة الصبح راح تسعة الصبح الاسبوع ده كان عندنا ماتش الاهلي بتعاس التواحي بتعاس التواحي بتعاس التواحي رضا لعب وينجرايت وجاب اه طبعا اول جل في الديئة في الديئة خمس ثواني ولا ست ثواني طبعا هي ترابطت كده تاريخيا لكن انا بحكي القصة الحقيقية انه الغرض من شنانا بقول ان انا لعبت رضا ورضا لعب هنا هو اخده هو اجابه الغرض اقول ان الربط موجود اكيد اكيد الربط بتاع المدير الفني الاول مع اللي تاع عشان ما جيبش حد واسأل هو ده بيلعب ايه وصفاته ايه اه لا بقى شايفه وعرفه شايفه وحتاجه في الوقت اللي انا عايزه بالزبط طب انت شاف ان جزئه من افضل المدربين على مستوى مصر اللجومه طبعا 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 انا حطه بعد هيدوكوتي بعد هيدوكوتي بعد هيدوكوتي من اعظم المدربين اللي دات مصر كشغل وككراكتر وكنتايك ارتبط مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا شكل كلامه في الكورة خنائته حتى خنائته مميزة يبقى لازم هنا بقى نتوقف عن الجزئه دي ونقول ان التعاون بين المدرب الفريق الاول مع اقرب فرقة للفريق الاول سواء 20 أو 21 او اي حسب المرحلة السنية اللي هي موجود فيها زى ما قال كنت ده ده ضرب مثل وده معناه ان فيه تعاون كبير اوي وده المدرب اللي جاي عاوز اشتغل المدير الفني اللي جاي عاوز اشتغل ويجيب المدرب اللي تحت موجود في المرحلة السنية اللي هي اقل من الفريق الاول بيحصل تعاون وده شفته جاله وراح اتفرج على المباراة عشان هو بيفكر في حاجة استحاله تيجي بتفكير اي حد تاني وجاب له واخد رضا شحاته ولعب مباراة اهل وزمالك طب رضا لعب قبل كده درجة أولى كتير ما كانش لعب كتير ما كانش لعب كتير ما كانش لعب بس بعد المدش ده اه ما بعد المدش اهل وزمالك بقى خلاص انما هو كان موجود عندك انت بتعدهوله ولا هو كان يلعب بشاك وينزل كان بيطلع وينزل كان بيطلع وينزل وحتى رضا كان زعلان افاكر اه وقالت له خبالك احنا تابعه ولو اشتغلت كويس هو بيتفرج على التمرين وبيتفرج على المدشات وكل حاجة اه ده من ضمن الاعداد يعني انت حلقة الوسطة كمان بين جوزي وبين اللعيبة طبعا انا يهمني كمان اللعيبة تطلع من عندي تلعب درجة اوه اه مهم جدا طيب والهدف الاساسي بتاع خطة النادي انه تصعيد لانه كمان بينفعك اقتصاديا طبعا عشان ما تشتريش بينفعك اقتصاديا انت بسد مراكز اتنين تلاتة بيفيدك اقتصاديا طب انت شايف دلوقتي عفوا انا صعود الناشئين بقى قليل اوه صعب اوه يمكن احنا في فترة الاخيرة دي بس اللي شفنا في النادي الاهلي اه طلع اه خمس لعبين ولسه مفيش حد فيهم حط رجليه فيهم غير مكتملة للشوكل اه انا انا قصدي واللي قاله الراجل اه مارسيب كولر مهم جدا اه انه يتحط في الاعتبار اه اه انه اللاعب يطلع مش ناقص غير انه يعني يبقى مكتمل بدنيا وفنيا مش ناقص غير انه يدخل على حيط التعامل بدل ما كان يتعامل معها دي يا السيد يتعامل مع كابت المصفى عبده ودي حتى بتغير التفكير ودي مهمة جدا اه لكن محتاج الشغل في البدني محتاج الشغل في التاكتك عشان كده لازم نوعية الشغل عندنا في القطاع من اول 15 سنة لحد العشرين سنة تتغير بشكل علمي وكل الحاجات دي متاحة بشكل كبير جدا هي عايزة مزيدا من اهتمام من كولر لو كولر وهو انا عارف انه يحط عينه على الكلام ده اهتم بداه وارس على ده على فكرة منو كان بيدي المدربين القطاع بعد المحاضرات كمان اه 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 انا جاي بكولر لمشروع لازم يحط حاجته وكلامه في المدربين والمدربين تشتغل يعني النادي الاهلي في الدور العام اللي فات ده لما خسر من بيرامد ثلاثة صفر بعض الناس اه اتضيقت وزعلت وبتاع ويقولها كان لازم يلعب بالناشئين وبش الناشئين ولما لعب بالناشئين بعد كده مصر مع المصري اه اتعادل فالناس يقول لك اللهم فين العيبة كبيرة ونحن يعني والراجل حيشوفي العيبة دي امتى لا اللي الوقت مختلف اللي هو باصص على ان النادي الاهلي عايز يكسب وخلاص النادي الاهلي كسب كل البطولات طبعا الحمد لله الحمد لله اه فالشغل التاني ده هتلاقيه قليل لكن الناس برضو فهمة انه في تاريح وهو مرايح ناس عشان عنده كاس الكاس بقت بطولة جديدة طبعا هتتحسب هو الخمس بطولات اللي اشترك فيهم خدهم اه ومازال بيكمل في الكاس وفيهم طبع بطولات كبار افريقيا ودوري وكاس طيب واثنين سوبر مظبوط كده مين اول تجربة ليك كانت مع الفريق او كانت مع مين تجربة تدريب بون فرير بون فرير بون فرير هل ما استمرش كتير دي اللي خسرنا فيها من امبي في اخر ماتش ماتش اللي هو الصدمة ده بتاع دوري عملنا موسم كويس اوي كاسبان بره وبره وبره وجوه جيت هو ماتش انبي دايب اللي ضيع الدوري يعني عدت كم سنة مدرب مع الفريق الاول سنتين سنتين ماشي بون فرير بعدين كملنا جيت كابتن فتحي مؤقتا خدنا الكاس ايوة تكملت مع كابتن فتحي مبروح اه اه طبعا كملت مع كابتن فتحي خدنا الكاس في السنة دي اللي تصعد فيها كان حسام عشور اه بعد كده جي اه الراجل البرتغالي مش فاكره كان اسمه ايه بس ما طولش ما طولش ما فيه كم مدربين جون بعد كده ما كملوش الفترة دي طيب لما هسألك بترد عليها بكل صراحة صراحة قبل ما خش على تدريب المنتخبات انت كان احسن لك انك تشتهل مع مدرب مصري ولا مدرب اجنبي صراحة انا اشتغلت مع الناس كتير اه اريح لك ايه اريح لك ايه لا اريح لي المدرب كويس ده برضو رد اه فيه لف ودوره اصلا انا فيه فيه اه يعني المدرب فيه مدرب كان معنا واحنا بنلعب جيه باطلر انت عارفه لكن ما كانش مدرب اه كويس في وجوده كان كابتن انور هو اللي بعمل كل حاجة نعم انت لو تفتكر انا فاكر طبعا لكن انا المدرب المصري اللي الشغل معه كويس جدا اشتركوا في القناة